أساتذة التعاقد يكشفون شروطهم لإنهاء الإضراب والعودة إلى الأقصام كشف الآساتذة المتعاقدون شروطهم لإنهاء الإضراب الذي يخوضونه منذ أسابيع والذي تشارك فيه العديد من الفئات التعليمية التي تطالب بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في هذا السياق نشر المتعاقدون ملفهم المطلبي في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن جملة من المطالب من بينها الزيادة الفعلية والحقيقية في الأجور من خلال مراجعة قيمة الأرقام الاستدلالية والرفع من قيمتها بزيادة حقيقية وزيادة في الأجر بنسبة 100% صافية وبدون ضرائب على الأجر الحالي وإضافة إلى ذلك طالب الأساسدة الذين يخوضون إضرابا جديدا أيام 14 و15 و16 نوامبر الحالي بتمكين جميع أفواج أساسدة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد من حقهم في الترقية في الرتب دون قيد أو شرط وبأثر رجعي إداري ومالي بما يكلفه مرسوم الترقية في الرتب والدرجة وإلى جانب ذلك شدد المتعاقدون على ضرورة الفصل بين سلك التعليم الثانوي الإعدادي وسلك التعليم الثانوي التأهلي بتركي حرية اختيار السلك المطلوب للأساتد والأساتدات بما يخدم مصلحة التلاميذ والتلميذات معبرين عن رفضهم القاطع لما أسموه استغلال الأساتد والأستدات لتدريس بالسلكين دفعة واحدة